بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل في هذه الحصة إن شاء الله لدينا مراجعة في مادة اللغة العربية لأبطال السنة الأولى متوسط إذن كما أخبرتكم سابقا مع بعض بإذن الله قبل الدخول المدرسي سنراجع ونتذكر أهم الدروس لدرسناها في السنة الخامسة ابتدائي ويحتاجها تلميذ في السنة الأولى متوسط إذن لدينا في هذه الحصة الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل إذن لدينا تذكير أولا ثم سنقوم بحل تمارين حول هذا إن شاء الله إذن ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم ما قدمت والاشتراك في القناة ومشاركة رابط الحصة الفعل المبني للمجهول نقول هو ما جهل فاعله بمعنى ما حذف فاعله وجعل المفعول به نائبا عنه ونسمي جملة المبني للمجهول جملة مبنية للمجهول ما معنى هذا يا معلمتي إذن لدينا التمرين الأول طلب منا أكمل ملء الفرقات بما يناسب نتذكر مع بعض حاول نفهم ما جاء هنا ثم سنقوم بحل التمرين لدينا الجملة كتب أحمد الدرس كتب فعل أحمد كتب من أحمد فاعل الدرس مفعول به لدينا جملة فعلية إذن هنا من قام بهذا الفعل لدينا أحمد إذن من قام بهذا الفعل على بالنا وشكون من قام بهذا الفعل معلوم جيد إذن أحمد نقول هنا كتب فعل مبني للمعلوم فعل مبني للمعلوم لماذا يا معلمتي قلنا هذا هنا على بالنا وشكون قام بهذا الفعل وهو أحمد جيد إذن طلب مني يا أبطال أحول الجملة إلى جملة مبنية للمجهول كتب أحمد الدرس جملة مبنية للمجهول إذن هنا ماذا سنفعل؟ لدينا الحالة الأولى أولاً ولدينا الحالة الثانية الحالة الأولى إذا كان فعل ماضي أو الحالة الثانية عندي إذا كان فعل مضارح سنقوم بتحويل الجملة هنا إلى جملة مبنية للمجهول على حسب هذا الفعل وقلنا يعني هنا لدينا كتب فعل ماضي أم فعل مضارح؟ حدث وانتهى إذن هنا سنقوم بحذف الفاعل لكن ماذا سنفعل هنا للمفعول به؟ إذن قلنا ما شعل فاعله بمعنى ما حذف فاعله سنقوم بحثف الفاعل وشعل المفعول به نائباً عنه إذن قلنا كتب هنا فعل ماضي نتذكر الفاعل وذلك بحل التمرين الأول إذن أكمل ملء الفراخات بما يناسب يبنى الفعل الماضي للمشهول بي يبنى الفعل المضارع للمشهول بماذا يا أبطال؟ إذن يبنى الفعل الماضي للمشهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره ويبنى الفعل المضارع للمشهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره لدينا يا أبطال هنا كاتبا فعل ماذا سنفعل هنا؟ كاتبا هنا بضم أوله ك يعني هنا أول حرف لدينا فتحة الرشع وها ضم الحرف الذي ما جاء قبل الآخر هذا الحرف الآخر في الكلمة لقبل حرفتا وكسري إذن هنا عندنا فتحة شوفوا معي عندنا فتحة ترجع كسرا الحرف الآخر يبقى كما هو نقول كتب 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 إذا كان يا أبطال عندي فعل مضارح مثلا لدينا يكتب يكتب رح نركز هنا يا أبطال على الحرف الأول هذا الحرف الآخر لقبله إذا كان عندي فعل مضارح بضم أوله والحرف اللي ما قبل الآخر نضم ترجع فتحة إذن نقول يكتب هنا رح كان مفعول به الرشع نائف فاعل لكن هنا الدرسة نقول كتب الدرسة نائف فاعل مرفوع نائف فاعل يكون مرفوع بعد تمرين الثاني ابني الأفعال الآتية للمجهول مع الضبط الصحيح لدينا هنا كتب كتب نقول كتب كتب استخرج الآن لدينا استخرج استخرج عندي هنا هكذا يا أبطال ماذا نقول استخرج حدث وانتهى إذن لدينا فعل ماضي إذن هنا ترجع غم والفتحة ترجع كسر نقول استخرج استخرج إذن نكتب هذا لدينا جعل إذن لدينا أيضا لدينا فعل ماضي جعل إذن الفتحة ترجع ضم جعل نشوف الحرف لي جاء من قبل آخر لدينا جعل ترجح نكسر نقول ماذا يا أبطال جو جو عيلا هكذا إذن لدينا الآن الفعل الرابع فعل باع كما نلاحظ لدينا حرف عل في هذا الفعل إذن لدينا فعل معتل هنا جعل لدينا فعل صحيح وهنا فعل معتل إذن بالنسبة للفعل المعتل هنا إذا كان قبل آخر الفعل الماضي ألف تقلب الألف ياء ويكسر ما قبلها ما معنى هذا تبع معي مليح لدينا هنا فعل معتل عندي هذا هو الحرف الآخر لقبله عندي حرف الألف هنا لدينا الألف إذن هذا الألف الرجع هيا هكذا وقبل ياء هنا الحرف إذن هنا كسرة إذن هنا نقول بيع مفهوم يا أبطال إذن باع نقول بيع إذن هذا فيما يخص الفعل الماضي الفعل المضارع هنا بنفس الطريقة لدينا يشرح نقول يشرح إذن بنفس الطريقة نواصل لدينا يصوب نقول يصوب يراجع يراجع يكتب يكتب إذن هذا فيما أخص حل التمرين الثاني التمرين الثالث الآن طلب منا حول الجمل التالي إلى جمل مبنية للمجهول وغير ما يجب تغييره إذن هنا لدينا يرفع الجزائريون العلامة الوطنية عالية لدينا الفعل يرفع يرفع من الجزائريون إذن هنا يا أبطال سنقوم بحذف الفاعل يرفع نقول يرفع يرفع هنا لدينا العلام مفعول به نقول يرفع العلام الوطني عاليا لدينا الجملة الثانية درس التلاميذ تاريخ وطنهم لدينا درس فعل فعل مبني للمعلوم لدينا هنا الفاعل التلاميذ تاريخ وطنهم إذن لدينا هنا مفعول به مفهوم يا أبطال إذن هنا درس التلاميذ نقول دور سان إذن درس نقول درس هكذا درس تاريخ تاريخ الوطني هكذا جمعت بشرة الألعاب جمعت من بشرة ماذا جمعت الألعاب إذن لدينا فعل لدينا فعل لدينا مفعول به جمعت نقول جمعت هكذا جمعت الألعاب الألعاب نائف فعل مرفوع جمعت الألعاب نقول نائف فعل مرفوع وعلامة رفعه أفهم مظاهرة على آخره لدينا لدينا قلنا بعد ما نكمل طبعاً هذا الحصة جمعت الرابعاً الياء لأنه لأنه مثنى هذا هذا فيما يخص حل التمرين الرابع الثالث عفواً نشوفوا الآن التمرين الرابع إذا إذن التمرين الرابع الآن طريباً منا أعرب الجملة التالية إعراباً تاماً لدينا كصيرة القلماني يضرب المثل ببطولة الشعب الجزائري سنبدأ بإعراب الجملة الأولى إذن لدينا كصيرة نحدد نوع الكلمة اسم فعل أم حرف لدينا فعل فعل مبني للمشهول أم نقول مبني للمعلوم وهذه مهمة يا أبطال إذن هناك صيرة من قام بهذا الفعل إذن مشهول حذفة هنا لدينا القلماني إذن هناك صيرة نقول فعل مبني فعل ماضي مبني للمشهول مبني على الفتحة إذن لدينا الكلمة الثانية القلماني لدينا اسم اسم ثنى كصيرة القلماني الكلمة مرفوعة إذن نقول نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى الجملة الثانية الآن يضرب المثال ببطولة الشعب الجزائري سنقوم بإعراب الجملة هنا كلمة بكلمة لدينا يضرب إذن لدينا هنا فعل نوع الكلمة أولا لدينا فعل فعل مبني للمشهول أم مبني للمعلوم يضرب المثال إذن هنا الفاعل ظاهر معنا معلوم لا إذن هنا لدينا فعل مبني للمشهول جيد فعل مبني للمشهول فعل مضارع عن ماضي يضرب إذن فعل مضارع مبني للمشهول وعلامة رفعه أظم الظاهر على آخره يضرب المثال إذن هنا نقول نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه أظم الظاهر على آخره ببطولة لدينا حرف الباء حرف جر إسم مجرور إذن لدينا حرف جر لدينا بطولة إسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره الشعبي إذن نقول وهو مضاف الشعبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره الجزائري الشعبي الجزائري إذن لدينا صفة مجرورة إذن هذا فيما يخص حصة اليوم مهم جدا يا أبطال نراجع هذا الدرس نقوم بحل التمارين إذن هذا فيما يخص حصة اليوم دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته